الله فيا أيها رحوة المؤمنون بعد أيام قليلة نحتفن بذكرى وطنية مهمة هي ذكرى عين العرش النجيد فقبل عشرين سنة من أيامنا هذه تولى أمير المؤمنين عرش أسلاف الميامين في هذا الدلد الأمين وهي مناسبة للتوقف مع توجيهات الشريعة الإسلامية من القرآن الكريم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلم بالعلاقة بين الحاكم والأحكم أمر الحكم في الإسلام ليس يسيرا ولا سألم ولذلك تحدث عنهم فبهاء قديما فيما يعرف بالسياسة الشرعية أو ما كان يعرف عند القدباء بالأحلام السلطانية فانطلاقا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث الفقهاء عن العلاقة التي ينبغي أن تسود بين الحاكم والمحكوم من أجل الوصول إلى علاقة طيبة تسود بينهما من أجل أن يعيش الناس استقرارا وأمانا وطمأنينة وعدما ورحمة ومقاصر أخرى لا يمكن استعراضها ولا ينتسر المجال لأن شأن الحكم في الإسلام هو أن يربط رابطا وثيقا بين الحاكم وبين المحكوم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصورا العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الهاكم وبحكومين يقول عليه الصلاة والسلام خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصنون عليهم ويصنون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويوضغونكم وتلعبونهم ويلعبونهم لاحظوا كيف تفطل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أربعة عشر قرما إلى قطورة أمر الحكم بحيث بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديد أن العلاقة التي ينبغي أن تربط بين الحاكم والمحكوم هي علاقة الوالد على الولد علاقة محبة ورحمة وعدل وشفقة من الحاكم المحكوم وعلاقة طاعة واحترام ومحبة ومودة من المحكوم الحاكم والأمم التي نعيش معها الآن سرع تعلق الأمر بالبلاد الإسلامية أو غيرها يمكن من خلال نظرة سريعة أن تدرك أن الأمم المستقرة وأن الأمم متقدمة وأن الأمم التي يمكن أن تصلح الحياة ويمكن أن تصلح المستقبل هي الأمم التي استطاعت أن تضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم وينتقل فيها الحكم بكل سلاسة بين حاكم ساقق وبين حاكم لاحق بخلاف أمم أخرى ومدان أخرى تجد فيها ظلما وتجد فيها مغيانا أو تجد فيها احتراما وفئنة وما إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واعيا بهذا الأمر فبيّن أن العلاقة ينبغي أن تكون علاقة بوفة ورحمة بيّن صلى الله عليه وسلم أيضا أن من أول من يستضل بظل عوش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله ذكرت أول هؤلاء الإمام العالم فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح سبعة يظلهم الله في ظل عوشه يوم لا ظل إلا ظله سبعة أولهم على رأس القائمة إمام عالم الإمام ليس المراد به هنا إمام الصلاة لأن إمام الصلاة لا يفترض منه علم في معظم الحالات إنما هو يوم النزل في صلاته إنما المراد الإمام أي شاكر لكن بهذا القيل الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله إمام عالم فعندما يكون الإمام عالياً بين رعيته لا يحابي أحداً على أحد ولا يميز بين الناس لأن العقل بين الرعية من الحاكم كالعقل بين الأولاد من الوالد في حديث النعمار بن بشير في حديث النعمار بن بشير رضي الله عنه أن أباه بن بشير أراد أن يخص أحد أولا به بعطاء فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أريد أن أخصك بي فلاماً بكذا وأشهدك على ذلك فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القيمة العمية التي يرصقها الإسلام بين الحاكم والمحبوب وبين الغالد والأولاد وبين المدير والعماد وبين كل من ولاه الله عملاً أول قيمة ينبغي أن يحتكم إليها هي العجل إذا ساد العجل في أمة رقت وتقدمت ومضت إلى المستقبال وإذا فشت ضل وإذا فشت الفرقة والتفرقة بين الناس والتمييز بين الناس وعدم النزاهة بين الناس فمعنى ذلك القصرار لذلك لم يسكت النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر وإلا ما قال صلى الله عليه وسلم للمشيين أقول لبنيك أعطيت مثل ذلك؟ أي هل أعطيت أولادك جميعاً بالسوية؟ فقال لأنا رسول الله أي خصصت هذا فقط هكذا لعل له بأن أمه ربما ضغطت على الأدم أو لأن له خوطة أخرى ربما لا تعلمه أو شيء من هذا هذا ليس مبذلة أن العلم أعدل أو أفضل قيمة يبغي أن يعتقد إليها فقال له صلى الله عليه وسلم أشهد على ذلك غيره فإني لا أشهد على جوره الزور هو ضمن العلم الزور هو الضمن قال النعمال بن المشير فرد المشير ما كان من أن يعطيهم لهذا الولد أي رد تلك العطية استرجعها بعدها كانت منحها لأعهد أولاده فاسترجعها من أجل تحقيق قيمة العلم لذلك قال صلى الله عليه وسلم سلعة من غيره الله في ضده يوم لا غيره لا غيره إمام عهد أول مصنظمين بعرش الرحمن يوم الطيارة الإمام عندما يكون عادما عندما يأخذ بحول الله تعالى إن الله يرغب في صورة النساء هذه الصورة ذكرت آيات حددت واجلات الإمام وواجلات المأمون حددت واجلات الإمام في قول الله تعالى إن الله يرغب أن توجل بناته إلى أهدف وإذا حكمتم بين الناس الله تعالى إن الله نعي ما يعيكم إن الله كان سنيعا مصيرا ثم وشه الله تعالى الخطار للمنين في أن يطيعوا وفي أن يتبعوا وفي أن لا ينفلتوا من الطاعة فقال الله عز وجل يا أيها المدين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر منكم فعندما يتحقق هذا الأمر عندما يتحقق العدل والإنصاف من الزائف أي من الإمام وتتحقق الطاعة والاتباع والمحدة من التأمونين أي من المتبوعين فآنا إن هذا هو الذي منه الإسلام هذا هو الذي يرسّخه الإسلام وهذا هو الذي يبقى إليه الإسلام ارجعوا إلى القرآن لترى كيف يتحدث القرآن الكريم عن الأجماء أي علي الحكام يتحدث أتى القرآن الكريم عن نبي كان منك نبي وكان منك هو داود عليه السلام لكن الله عز وجل يحطيه توجيه. فيقول له يا داور انا جعلناك خليفة في الارض. لاحظوا الاية. وترتيب الاية. يا داور انا جعلناك. اي لم تجعل نفسك. لم تجعل نفسك. لولا ان الله عز وجل اراد ان تكون كذلك ما وصلت اليه. يا داور انا جعلناك خليفة في الارض. فاحكم بين الناس بالحق ولا تشتجر. في ايه اخرى فاحكم بين الناس بالحق ولا تبتدعي الهور. فاحكم بين الناس بالحق. ولا تبتدعي الهور. فيضلك عن سبيل الله. ان الذين يضلون عن سبيل الآن له عذاب شديد لما في يوم الحساب. اخطر شيء هو اتباع الهوى. عندما يتبع الهوى والنفس وما تقول الاهوى يكون الفسراء. لكن عندما يتبع من والله الله تعالى مهمة في ان يعدل وفي ان يحكم بالحق وفي ان لا يتبع الهوى وانما يتبع الحقيقة فانه سيكون بالتأكيد انسانا ناجحا. ذكر لنا القرآن الكريم نموذجا لحاكمه. بل لآهنا امرأة. كانت تخكم في اليمن في بيال يمن. مملكة كبيرة كانت في اليمن. مملكة سبا معروفة في التاريخ. وذكرها القرآن الكريم بقد كان لسبا في نساكنه آية جنتان يعنيمين. اي كان الناس يعيشون رفاهية. وكان الناس يعيشون شيئا من القماغينة ومن الاستقرار والأذان. وفي مرحلة من البراحة كان لدى مملكة سبا امرأة. حاكمة. ولم يسفه القرآن الكريم حكمها. على العكس بالتالي. ذكرها القرآن الكريم على اساس انها نموذج. لانها كانت تحفظ بمبدأ الشورى. عندما وصلتها رسالة سليمان ابن داول عليه السلام. وسليمان ايضا ملك ابن ملك. ملك. من ملوك ملك اسرائيل وكان نبيا رسولا. ولقد آتينا داول وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. ووارث سليمان فكانت ملكة سبا في عصر الملك سليمان علم السلام. لما بعد اليها بالمسالة جمعت القوم. وقالت يا ايها الملك اذكرني في امره. ماذا مقاطعة امرا حتى تشهدها. عندما يستشير الانسان. عندما يكون الحاكم له مستشارون مكتمنون. يأكل بآرائيه. يستفيد من نصيحته وتوجيهه. فهذا ليس ضعفا. ليس بل العكس. هو يضيف عقولا الى عقله. يضيف خبرات الى خبرته. لذلك كانت هذه الملكة في مستوى الرائح. وذكره القرآن. قالت يا ايها الملك. افدوني في امره. ما كنت مقاطعة امرا حتى تشهدوه. اي لست اتخذ قرارا الا بعد ان استشتركه. وان اخذ بالرأي ان اخذ بالرأي الافضل والافضل منه. هذا هو الذي انتحدث عنه الناس اليوم في اعرق البيمقراطيات وعنقمة الحكم. مجالس للشورة. شورة حقيقية ذات الراهن البلاد. التي تجد فيها مجالس للشورة. يعني شكلية. لكن ينتخذ القرار دون استشارة ودون كلام. هذه امرأة اتخذت عنها. بينما تحدثت من المقابل عن اناس اخرين مارسوا الضرم والطهر. تحدث عن فرعون. الطاغي الذي كان في مصري. وكان يقتل الناس. يقتل ابناءهم ويستعيي نساءهم. انه كان من المقصدين. وذكر مقولة فرعون المشهورة. سطر القرآن الكريم بعض المقولات. التي يبغي ان تدرس. العقلية الاستبدادية. نموذجها فرعون. ذكر القرآن الكريم مقولة. التي يبغي ان تدرس في الكليات الحقوق. عقلية الاستبداد. ماذا قال في العون? قال في العون ما اريكم الا ما ارى. وما اهديكم الا سبيل الرشاة. هذه عقلية المستبد. ما اريكم الا ما ارى. اي لن استشر احدا منكم. ولا رأي لأحد منكم. انما انا صاحب الرأي. وانا لن اتخذ القرار. ولن اهديكم وما اهديكم الا سبيل الرشاة. اي وستوصلكم الى الطريق الصحيح. الصحيح. لكن النتيجة كانت نفساوية. هذا الرأي الفرعوني اوصل الفرائنة في عصره الى ان يغالقوا في المحر. في اليمن. فنجأ موسى ومن معه. واطبق البحر على فرعون وجنوده. اذا اذن ادرك الحقيقة كاملة. فرفع يده قائلا. امنت انه لا الهيه الا الذي امنت فيه من الاسرائيل. وانه المسلمين. فقال الله عز وجل. الان. الان وقد عصيت قبل لكنت من المسلمين. فاليوم ننجيك لبذلك. لتكون لمن خلفك اعى. فرعون في ذلك الزمان ما يزال الى اليوم محمطا. في متاحق المصر. يدخل الناس ويشاهدونه. الى الان. ابتثالا لقول الله عز وجل قبل الاسلام طبعا. فرعون كان قبل خمسة الاس متقرين او عن قبل ثلاثة الافة. ثلاثة الافة. وما يزال الى اليوم في متاحق مصر يزور الناس. يشاهدون ينظرون عاقبة الاستهداد. عاقبة الكبر. عاقبة الظل. عاقبة القهر. الذي كان يمارسه هذا الفرعون على الناس. فاليوم نشجيك لبذلك. لتكون لمن خلفك اعى. وان كثيرا من الناس عن اياتنا مغافلون. ووصلها الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. لانه كان حاكما ايضا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبيا. ولكنه كان حاكما. وكان هو القاضي وكان هو الذي يستقبل السفراء وهو الذي يبعث السفراء والرسل الى الدول الاخرى. فاوصاه الله عز وجل. خائلا. فبما رحمته من الله لنتمه. وصية الله لذور. هي وصية الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهي وصية الله لكل الامراء والحكام من بعده. فقال له الله تعالى ان وجهه. فلما رحمة من الله لنت له. ولو كنت فضا غريض القلب لنفضوا من حوله. لنفضوا من حوله. فاعفو عنه. واستغفر له. وشاورهم. وشاورهم. فلا. اين هم المسلمون اليوم من مبدأ الشورى. من قيمة الشورى. اين هي عنده? معظم بلاد المسلمين اليوم. مبدأ الشورى بالاسف في كثير من بلاد المسلمين غائب. غائب. وشاورهم في لهم. فالى عزمت فتوكل على الله. انا الله يحبه النبو والكبير. ايوة اخوة. ان العلاقة بين الحاكم والمحكوم. عندما تبنى على هذه القسس الشرعية. عندما يكون الحاكم ينظر الى الامة. والى الشعب. على انه كاولاد يعطف عليهم. يشفق عليهم. يرحمهم. يتعامل معهم بالعدل والانصار. عندما تكون الامة تقابل هذا الاحسان. باحسان مماثل. بطاعة وباحترام وبمودة وبرحمة. فلا تخفى نتكالكم. فانها ستعيش الاستقرار والطمأنينة والامان التالي. ونسأل الله عز وجل ان يجيبه علينا في هذه الهدلات. امور حول هذا الى اخوة. واستغفر الله لقول لكم ودعوذ الله والرحوظ الرحيم. الحمد لله. غافل الذنب وقابل التوم الشعيب العطام. للطوم لا اله الا هو اليه المسيح. واشهد ان لا اله الا الله مريه الصالحين. واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. رحمته المهدى. ودعمته المسدى. وسراجه المبين. صلى الله عليه وعلى آله واصبعه. واتباعه ومتبعه من الانسان الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاخوة. عندما تولى ابو بكر السفق رضي الله عنه وارضاه. عندما اختارهم المسلمون ليكون حاكما لهم. ارتقى المنبر وخطب في الناس. وكان من بين الكلمات تتقالها على المنبر. ايها الناس. اني مليت عليكم. اي انتم جعلتموني واليا عليكم. اني مليت. بالبناء لما لم يسمى فاعيون. ولست في خيركم. اي لست افضلكم. محب. هذا التواضع الجميل. عندما يقول ابو بكر رضي الله عنه في هذا المنصف. ويخاطر الناس بهذا التواضع الجميل. يقول لهم اني مليت عليكم ولست بخيركم. ان احزنت فاعيدوني. وان اسأت فقدموني الله ان اقول ايها اغوة بهذه المناسبات. كثير من المقولات التي تدرس في كليات. في كليات الحقوق والشريعة والقانون وما الى ذلك. تدرس بعض المقولات لبعض الاموز الاصلاح التي مضت في اوروبا خصوصا. لاننا محجمون بالاوروبين. نأخذ مقولاتهم ونشرحها ونجعلها اساسا للانطلاق في الدروس. لكن لما نتأخذ هذه المقولات الجميلة. مقولات من المرآن. او مقولات من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قيمة العدل وفي قيمة الحق وما الى ذلك. نعم اكثلت بعضها. في احدى كليات الحقوق في الولايات المنتحدة الاموزية. كتبت جنازية كبيرة. مكتوب فيها ترجم الى الانجلزية قول الله تعالى من سورة المائلة. في سورة المائلة. يا ايها الذين ام او ولا يجرم النام شمعان قول على ان لا تعدلوا. اعدلوا واطربوا التقوى. قيمة العدل قيمة كبيرة جدا. قيمة كبيرة جدا. هذه المقولة لابي بكرم الصديق تحتاج الى ان تدرس. ايها الناس. اني وليت عليكم ولست بخيركم. ان احسنتم فاعينوني. وان ازأتم فقوموني. ما تقول لهم ان ازأت فاسكنوا. او ان ازأتم فلا يجعل لكم بلا لبنا. ان احسنت فاعينوني. وان ازأتم فقوموني. الصدق انامك. والكذب خيامة. على برنامج اريد الصديق. الصدق انامك. والكذب خيامة. انا وانا القويل فيكم ضعيف منكم. حتى اكل الحق لا. اي ساقف مع المظلوم الى ان يستهد حقه. وساقف ضد الظالم الى ان يتنازل ويرعوية والتراجع الى الخلف. هذا برنامج. عمر رضي الله عنه ايضا. له برنامج عندما تولى الحكمة. صلاح الدين ايومي عليها رقبة الله. ومثرة. مناسب مطر اخرون. مضوا في تاريخ هذه الامة الاسلامية. كانوا نماذج عمر العزيز من ينسى عدله ومن ينسى قيمة. لما تدرس فقط النماذج الاخرى. وننسى النماذج المضيئة لتاريخ هذه الامة التي اخذت من كتاب الله ومن سلطة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحققت العدم وحققت القمأنينة وحققت الامان. اسأل الله العظيم في هذا اليوم المبارك. ولعدها ساعة اجابة. اسأل الله تعالى ان يرد بنا الى دينه رب الجميل. اسأل الله تعالى ان يوفق ما من الهجوع الى كتابه وانى سلطة البيه صلى الله عليه وسلم. الله أم تدبو مصم상이 الى دينك رب الجميلة حكالا محكوين السيء من ل 20 ! الله أدب علينا في هذا البلد الأمين نمة الامن والanciمال ونمتط مأليمة والسكينة برحمتك يا رحمن الرحيمين. الله أولى عن listenedين خياره ولا تولى عليها شرافها بيد ادنہ القريم الله لنا خيرها والغرفته بيد ادنى ان خلقه والجمعanın خيرها م bluetooth الله ردد هذا في مسلمين sichعا الى دينك وك 해�اء تسألون الله تجمع صفوفهم ووحيد كلمتهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الله أحكم إنا المسلمين في كل مكان 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 الله أشكر الله يا أكرم الأكرمين الله أحكم إنا المسلمين في كل مكان ربنا هاتنا لدنك رحمة مهينا من أمين رشدا ربنا اغفر لنا وليخوين من سبقون بإيمان ولا تشعر في قلوبنا غينا من الذين آمن ربنا إنك رأوف رحيم وفق اللهم أن يردون منه محمد نساء بسلمات إبوه وتبقى فارد لهم ربنا أن عمتمه عليه وفق الله لنزيل من العطاء والعمل والجد في خدمة هذا البلد الأمين برحمتك يا رحمة الرحيم يا رب العالمين ربنا آتنا لدنك رحمة مهينا من رشدا ربنا وأكلنا وعطنا على رسله ولا تنسي اليوم القيامة إنك لا تترك من يعارك وصولنا المسلل والذلك على سيدنا محمد وعلى آل القرابين والطائرين والصحابة الأزمعين وصوص القرطة والشرين نبريات الموروحة والاثنانواريا وعلى سائل الصحابة الأزمعين والتائرين ومتدعون بإمكانهم إلى يومين سبحانهم ومتقوا بإستقامة أسفل والسلام عليكم ومحمد الله